بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في هاد الفيديو الجديد اللي راه تكملة أو تتمة للسلسلة اللي عملناها الصغيرة الخاصة بالبريد الالكتروني عرفنا كيفاش نشئو بريد الكتروني عرفنا كفان حطوا كلها كلمة السر لما تمنسوها عرفنا أيضا كفان نحتفو البريد الكتروني وزدنا عرفنا كيفاش ننشئو بريد الكتروني في مواقع أخرى ماشي فقط الجيميل رغم أنه الموقع جوجل هو أكثر شهرة في البريد الإلكتروني لأنه محتكر عديد من المواقع يعني ندخلو بيليهم عبر البريد الإلكتروني الخاص به نشوفوا مع بعض اليوم كيفاش نرسلوا رسالة سواء الرسالة هذه قدرة تكون ملف قدرة تكون صورة قدرة تكون فيديو المهم نرسلوها الإنسان أو الشركة معينة ونشوفوا كيفاش لما نستلموا رسالة بعثوها لنا نسخرين أو بعثوها لنا شركة معينة أول شي ندخلو له هو وسيلة الإبحار كيما ديما نهضر ونعاودها ديما للمبتدئين عندي عدة وسائل إبحار يأيما ندخل عبر وسيلة إبحار فايرفوكس أو جوجل كروم أو أوبيرا أو حتى ميكوسوفت أج أنا كما العادة نحب ندخل من فايرفوكس أنا راهي مفتوحة ندخل في فايرفوكس أنا الإيميل تاعي راهو مدير في جوجل إذن ندخل جوجل بوان كوم الموقع تاعي جوجل بوان كوم نعمل هنا على يمين الشاشة نضغط على كونيكسيون وندخل للبريد الإلكتروني اللي حبها نبعث منه أنا رسالة كما هنا عندي البريد هذا تاعي انفورم فانفان نوف هذا بريد الإلكتروني نحطه نزيد ندخل نحط الكلمة السر تاعي وديما كما كنت أخذك لكم لما تنشؤوا بريد إلكتروني كلمة السر ديروها قوية وش معناها قوية يعني متكونة من ثمانية رموز أو أكثر الرموز هادو عبارة عن حروف أرقام أو حتى رموز أخرى كما النجمة كما سلاش كما هادو لازمنا نحطوهم هكا بتكون الكلمة قوية ما يقدروا ش يدخلونا لها أنا ندير سويفا ونكون ندخل البريد الإلكتروني تاعي أنا هنا وين نروح سواء بنشوف ونجيها نكتب الرسالة تاعي أو أي شي نتلقاه يعني ما نعمل نضغط على هنا جيميل أو نروح للمربعات هذه نضغط عليها بياسها الفقرة تظهر لي كل البرامج التابعة الجوجل هنا وين نروح نروح الجيميل يعني عندي طريقتين يأما نروح لهاد المربعات ندخل هنا الجيميل أو مباشرة نضغط على جيميل يعني رايح نشوف البريد الإلكتروني نضغط عليها وبالتالي دخلت البريد تاعي نشوف هنا راه فارغ لكن أنا حابة نبعث رسالة جديدة رسالة جديدة هذه ممكن تكون عبارة عن ملف أو في ويرد أو اكسل أو اي كان من برنامج عبارة عن ملف قدر تكون صورة قدر تكون فيديو قدر تكون صور بزاف قدر تكون ملف مضغوط دركوا مع بعض نعرفوا كيفاش نبعثوا هاد الرسالة أول شي ننزلوا النافذة ونجي ونبدأوا نجربوا الرسالة اللي رايحين نبعثوها أول حاجة مثلا نحبين نبعثوا ملف في ويرد مش نديروا نحطوه أمامنا دي مرة سينا نحطوها أمامنا في سطح المكتب ونبعد نحطوه لما نفتحوا الرسالة ونحاولوا نبعثوها جينا سهلة مثلا عندي هنا ملف عندي أيضا هنا ملف 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 وعندي مجلدات ها مقدامي هنا أنا حابة نبعث ملف عادي كما يعملوا الطلبة مثلا بنتهم يكتبوا في ملف ويرد ولا اكسل لي يبعث الملف الصديق هذا يزدي يكمل يزدي الملف يزيد الأخر يكمل وهكذا وكان اللي يبعت مثلا أغنية كان اللي يبعت مثلا هاي هنا نحطو صورة نشوفوها طريقة كيف عادي هنا رأنا فاتحين البريد الإلكتروني وكما قلنا وش نعملو نروحو النوفو مساج يعني رسالة جديدة نضغط عليها بيسار الفقرة تطلع عنا نافذة وفي هذه النافذة يكون العمل أول حاجة رايحين نحطوها هي كما نحطو هنا محطوط A يعني لمن رانا باعتين هاد الرسالة نحطو بريد الإلكتروني تعل إنسان أو الشركة أو المهم المستلم للرسالة نكتبو بريد الإلكتروني كامل كما أعطو هنا نبدأ نكتبو بريد إلكتروني عملنا في في فيديو سابق اللي هو لو تذكروا محمد أرج 20 20 هذا محمد أرج 20 20 راهو في الياهو لاحظوا هنا أنا كتبت له قبل الرسالة إذن ديما يبقى لي في الإسطوريك ساعي يعني أي إنسان بعتوله من قبل وراح نزيده وتبعتوله لما تبدأ وتكتبه اسمه يدهر لكم أوتوماتيك مهنة أنا نكمل اسمه كأنه جديد ياهو و كون يعني وش معناها هنا أراني كتبت البريد الإلكتروني تاع المستلم كاملا اسمه هنا اللي حطو ومبعد لرباز ومبعد الموقع اللي دار فيه البريد الإلكتروني هنا كملت البريد الإلكتروني تاع الإنسان اللي رايح نبعث ليه المستلم نجينا نبط نلقى أوبجي أوبجي هنا راهو بمثابة عنوان كما يدوكي نكتبه رسالة نحطو العنوان من فوق هذا هو العنوان يعني نقدروا نستغنوا عليه كم نقدروا نكتبه هذك العلوان مثلا في العلوان رايحان نذكر باللي بعث ملف مثلا نديرها عربية نكتب بعث ملف هاي هنا بعث ملف ننزل نص الرسالة هنا نص الرسالة نقدر نكتب الشي اللي نحب نشرح فيها وش بعت له مثلا وكم نقدر ما نكتب والو هذي ترجع لي هنا نكتب كما نكتب السلام عليكم ننزل نشوف هنا عندي أمور كثيرة عندي آ هذي راه تعضل لنا الشكل الكتابة تعنا هذي اللي كتب نعضل هاي عنا هذي طريقة الكتابة وكل تعه هذي كل هن ما تهم نشوف نشوف منين هذي كين لتخمبون هراه ههنا المرفقات رايحة نرفق ملف قبل ما نرفق ملف نقدر مثلا في الكتابة نزيد ديزيموجي هنا هام هنا يعطيني وفر لي ديزيموجي بزاف مثلا نرفق اي حاجة نحط مثلا هنا ابتسامة نحط ابتسامة تعي ها نحط ها في الاخير افضل نحط ابتسامة فعلة درك رايحة نحط الملف تعي نرفق الملف اللي حبا نرفق اللي هو في الورد نضغط على هاذ الترمبون تطلع لي النافذة النافذة هذي هي محتوى الجهاز تعي ونروح نروح سطح المكتب وان كاين الملف اللي رايحة نبعث قادر نتوما الملف اللي حين تبعث موجود في دوكيمون موجود في ايماج موجود في ميزيك قادر موجود في السي المهم تروح للمكان اللي فيه الملف سوف نبعث الملف مثلا نضع ملف يطلع الملف يطلع الملف يطلع الملف يطلع كامل ويطلع بين قوسين السعات الملف يطلع السعات الملف مهمة في الرسائل الالكتروني سواء كان صورة او فيديو او ملف عادي او مجلد مضغوط هنا ما لازمش يتعدى 25 ميجا ساعة تعدى 25 ميجا يطلع عن طريق جوجل درايف نزيد مثلا مع الملف هذا نبعث الصورة نضغط على الترمبون هذا تحلي النافذة دائما في سطح المكتب هنا نبحث على اي صورة هذه عبارة صورة ندير افغغ وتطلع للصورة ونلاحظ انه هنا السعاتها اكثر من السعاتها الملف لو مثلا نحب نضغط مجلد مضغوط مثلا هذا المجلد مثلا هذا المجلد ندير له يمين الفقرة وانا شفنا في درس السابق طريقة ضغط الملفات وهكا لما تعود عنا اشياء كثيرة مليح لنا نجمعوها مع بعضها في مجلد ونبعثوها لو نعطيكم الطريقة التانية لما نجمعو هذه كاملة مع بعضها ونقدو نبعثوها أفضل من أننا نبعث واحدة تلو الأخرى خاصة كيبعدو مايعديوش 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 خمسة وعشرين ميجا نجي هنا ندير له أجوتي أدو مثيل هنا هاو حطولي هراهو ضغطولي تقولوا لي مبعتناش المجلد هدا كيمارا نقول لكم لو نبعتو المجلد كيمارا مرايحش كاملا مايعديوش ميلف مجلد عبارة عن دوسيف فيه ميلفات عديدة اذا لما نحب نبعتو راهو يدخل للادخله ويبدا يبعثل ميلفات لكن لما نضغطو يعتبرو ميلف شوفوا مع بعض شوفوا مع بعضنا نزيد نحب نبعت ميلف دوميسي لمضغوط المضغوط يبعتو ندير أفغير هنا تلاحظوا أنه كبير بزاف المضغوط 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 بالطريقة العادية هنا كي نستطيع في الإعلام الآلي مراهي حاجة سهلة خلاص هاو هنا زادوا معاهم مثلا أنا درك حبيت نبعت مجلد فيه هادو ما ثلاثة مثلا نخلق مجلد بيمين الفقرة ندير نوفو دوسي نسميه مو مثلا نحط فيه هاد الميلف و هاد نمبي ترواء و هاد الصورة نفتحو يظهروا لي في ثلاثة شوفوا معايا كي نحب نبعت هاداك المجلد وشي سرا ندير له جواندخ ديما هك جواندخ نحبط نحوص على المجلد هاو هنا مو لما نضغط عليه نعمل أوفغير ما رايحش يبعتهولي ما رايح يعملي رايح يدخلي لي و يطلب مني نبعت الصورة مفردها و بعد نبعت هاد الميلف و احدها و بعد نبعت الميلف في الورد وحده لكن لو نضغط انايا هاداك للمجلد نعمل له ضغط اجو تي وعملية الضغط ملف غاخ ها هو هنا لما نحب نفتحو ما يتفتح ليش ويعطيني يقولي يحطي بالواحد هنا يحطوا مباشرة هاهو وتلاحظو انه ولد ساعة يدخليه و يقولنا ابعتوا واحد تلو الاخر ميلف تلو الاخر سواء كان الميلف هاداك صورة او فيديو او اي شيء لكن لو نعملوا هاداك المجلد نضغطوه رايح يعتبرو هو نفسه ميلف يبعت هنا و هاداك المستلم لما يلقى هاداك المجلد مضغوط رايح يدير عليه نقرتين ويتفتح له عادي جدا و يلقى المحتوى و يقدر ينزله عادي جدا يدان هنا ننتبهو اننا لما تعود عنا مجموعة من الملفات او فيها فيديوهات صور و كل نحاولو نحطوهم في مجلد و هاداك المجلد نضغطوه و نبعتوه لما يدباسينا 25 ميجا راه وحده يقولنا نبعتوه لكم على شكل رابط في جوجل جرايف يقولو اوكي فقط وهو يعدل وحده و يبعتوه للمستلم خليوها هادي فيديوه و نهار اخر كنا ندروا فيديو اخر نزيدوا نتعمقوا فيه في البريد الالكتروني اكثر و تشوفوا الطريقة لما تعدي في 25 ميجا كيف يعمل هنا هنا حطينا اربع ملفات مختلفة عندي ملف في ورد عندي صورة عندي ملف بلوتو دوسي مجلد مضغوط و عندي صورة و الملف هذا اوه مع بعضهم و معاهم ايضا اوه 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 معاهم ايضا للمبيتروة هراهم مضغوطين هنا في المجلد هادا موا نحاولو نزيدوا هديك للمبيتروة نحطوها بنفس الطريقة تحطوها كيف كيف تدخلو لها نبحث عليها ها نبحث عليها و نحطها عادي جدا نشوف سطها المكتب يعني المكان نروح ليه و نبحث على كما هنا ملقيش صورة لاني حطيتها في المجلد هادا كموا نروح ليه فقط المجلد هاهو نلقى هادي تعلم بيتروة بنفس الطريقة ندير اوفغيخ تطلع لي و نحطها يعني الطريقة سهلة جدا فقط لما يعودوا معاهم بزاف نحطهم في مجلد نكومبريسي المجلده داك و نبعته على شكل ملف مضغوط هنا خلص كل شي و رايح نبعث نضغط فقط على انفوية و عندي حاجة نزيد نقولها لكم نقضوا مثلا انا حابة نبعت بعد ساعة او بعد ساعة و نص ساعة عندي هنا يعطيني الامان نضغط على هادا السهم و كينا بروغرامي لانفو برمجة البعث البعث بروغرامي و علاقة فقط هنا غير مهمة ندروا انفوية و في ثواني حاوي قولنا ميساج انفوية بروغرامي بروغرامي وهنا هنا الميساج انفوية هنا هنا لاحظوا او هادا محمد ارج الميلف و ه نعمل هنا السلام عليكم و في ثلاثة ربعة هادا ندخل البرد الإلكتروني محمد آلج كأننا المستلم ونرى ما حصلنا ندخل البرد الإلكتروني محمد آلج كأننا ندخل البرد الإلكتروني في البرد الإلكتروني هنا كأنني أنا المستلم محمد آلج آلج 20 أنا المستلم نحط كلمة السل نضغط على التالي ندخل البرد الإلكتروني محمد آلج نجد الفرد الإلكتروني من قبل وحد يسجلنا كلمة السل نلاحظوا أول ما ندخلنا نرى الرسالة بمساعدة 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 اراه بمساعدة نحن نشاهد نقرأ الاسم من الأسفل نقرأ الاميل نقرأ العنوان بشكل غليط محتوى الرسالة ومن هنا في اليسار نضغط زر الفأرة الأيسر يظهرون الملفات المرفقة مع هذه الرسالة نفتح الرسالة نضغط زر الفأرة الأيسر نقرأ ونرى الملفات نحن تبعنا الكثير من الملفات الموجودة نضغط ملفات الملفات النفذة نضغط على الملفات القادمة نضغط على الملفات ندع في هذا الملفات صباح اضافة بالملف اضافة 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 تطلب مني تنزيل تال ملف تاعي و نضيفه ديمة انجستري هكذا نجيبه للجهاز لو حب نقرأ فقط و ما نجيبوش نقرأ و بعد مني ندخل الرسالة نقرأ هنا الثاني كيف كيف كلها مثلا نحاول ننزل هدو ما ثلاثة نشوف نقرأ نضيفه نقرأ نقرأ و نضيفه و نضيفه و نقرأ و نضيفه اذا نضيفه 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 نفتح نافذة الجهاز و نضيفه نجد الملفات التي في المنزلتها ايضا من 2 الملفات ويقوم بالأخر موان ويمكند ملفات الويرد ندخل لهم ونعمل فيهم وشي نحب هذه هي طريقة للإستلام الرسالة سوف نكتب رسالة أخرى سوف نكتب رسالة هنا نكتب رسالة للإنسان هذا ونشكره مثلا ونزيد نبعث له أي ملف ونروح هنا اليمين إنشاء لاحظوا أنها نفس الطريقة كما هنا رحنا نوفو ميساج عندك في الإيميل الياهو عندي بالعربية هنا لأن هنا حتى الياهو هنا بالعربية مكتوب ياهو ندير إنشاء وبنفس الطريقة راهي نفس النافذة فقط الشكل يتغير كل شي يشبه بعضه فقط الشكل يتغير لدي هنا إلى نحط البريد الإلكتروني للإنسان اللي راح يستقبل لي هذه الرسالة اللي هو inform29 إنسان اللي يبعث لي هذه الرسالة ولكن نكمل كل شي نحط البريد الإلكتروني كامل أو هنا gmail.com هنا كيف كيف الموضوع نحب نكسب الموضوع نحب ما نكسبش أنا مثلاً مش حابة نكسب الموضوع بحشوفو كفاجيك يوجد الموضوع مش مكتوب نكسب هنا مثلاً شكراً جزيلاً مثلاً شكراً جزيلاً مثلاً نحب نرفق هنا عموتيكان نحب نرفق أي حاجة هم هنا كل شكيمة اللي شفنا في الرسالة في الجيميل نفسها هاو ترومبون هنا المرفقات وش حابة هاي؟ ممكن حطوا زر الفقرة على أي مكان هنا جينا المرفق إرفاق ملفات هنا يا عندي إدراج صور جيف عندي هنا يا بطاقات عندي هنا الليموجي عندي أي شيء هنا يا رابط وهنا الشكل تلك الكتابة نعدلها كل شيء يجيني في الوحدة هادي هنا مثلاً حابة نرفق ملف ندير إرفاق ملف من الجهاز شوفوا تلاحظوا هنا يا في ياهو راهو فرقنا يقول لنا مشاركة ملفات من جوجل جرايف مشاركة ملفات من دروب بوكس إرفاق ملفات من رسائل بريد إلكتروني هادي حديثة أنا هنا طالبة إرفاق ملفات من جهاز الكمبيوتر نعودوها مع بعض نغلقو النافيدة نقولنا نروحو إرفاق ملف إرفاق ملفات من جهاز الكمبيوتر هنا نبحثو مثلاً على أي حاجة نبحثوها مثلاً حين نرجعو نفس المثلاً حين نحطو هادا تعلم بيتروا هاداك لما بعتناهش في الجمايد لما بعتناه هلا نضغطو ندير أوفغير تبدأ هنية تتلي شارجينا هاي تطلع نستنوها حتى نخلص تلي شارجي منتحها يعني تطلع به نقدر نبعتها هنية هاي قاعدة تشوفو فيها هنية نستنوها حتى تخلص ومن بعد نضغط على إرسال كي نضغط على إرسال راهي نفس الطريقة ترسل مباشرة ونشوفوها مع بعض في الإيميل الثاني كيفه وصلت ها وخلاص كمل لو نحبو نبعتوه شيء آخر بنفس الطريقة إرفاق ملف وبنفس الشي نزيدو ندخلو مثلاً المكان اللي نحطين فيه الملف ونبعتوه وهكذا هنا ها تهز عندنا هذا الملف وكتبنا شكراً جزيلاً محطيناش الموضوع أعطيناها الإيميل حين المستلم ندروا إرسال هنا يجينا رسالة تقول لنا هل تريدوا إرسال رسالة دون أي موضوع لأننا هنا محطيناش الموضوع تعنا نقولوا إرسال هاي تطلع تم إرسال الرسالة هنا تلاحظوا أننا بمجرد أننا ندخلنا البريد الإلكتروني في الجيميل نلاحظوا أننا بمجرد صندوق الوارد فيه وفيه ميساج هنا هادي نوفو هادي صندوق الوارد هادي هنا ميساج انفايي هنا استعدر هنا الوارد لدينا من عند محمد أج لما نحطه فقط الفأرة عليه يطلعنا الإيميل اللي جتنا منه الرسالة اللي هو محمد أج من يهو بوان كوم عني في الجيميل وش فيها الرسالة نلاحظوا أن العدوان هنا يا مكانش أو كانوبجي وهذا ما يفيدش نغمان الكتابات تظهر لنا شكرا جزيلا وهنا يا الملف المرفق هو عبارة عن ملف انبتروا وبالتالي لما نحبو هنا نفتحو الملف تعنا رانا كيما درنا في الياهو نضغطو عليه بيصال فأرة وهنا يدير التليشارجمون تعوه هنا يديرنا التليشارجمون تعوه هاي هنا ندير له تليشارجي لما نعمل له تليشارجي يجي عندي في الجهاز نلاحظ نروح لجهاز ساعي مهم أني نلقاه هو لأن من نفس المكان هاو هنا لما عملت تليشارجي عندي هاو الاسم يقول لي أوفرير ولا انرجستري ديما كي جيني أي حاجة نرجستريها عندي وينجيها نلقاه نلقاه في أورديناتور لما نفتح النافذة للجهاز راني رايحة نلقاه في مجلد سمو تليشارجمون ندخل فيه فقط نبحث نلقاه الملف اللي عملت له تنزيل وهكا نكونوا عرفنا كيفاش نبعته رسالة لأي كان سواء في نفس الموقع أو أو في موقع آخر وكيفاش نستقبله رسالة هنا لو نط نجي هنا للمحمد آلش نشوف باللي عنده في الوارد صندوق الوارد ما عنده ولا شيء بلوتو دي بيوتون استقبلت استقبلت رسالة من عنده هاي واش تقول ندخل لها هنا لو نحب ندخل لها نعود نرجع لو نحب ندخل لها نضغط على هنا ونلقى المحتوى كامل نلقى شكرا جزيلا نلقى آموالية وهنا نقدر منا نعمل التنزيل نجي هنا ونعمل التنزيل كما عملت في الياهو إذا نقدر من بره هنا من بره هنا نضغط فقط على الملف ويعمل لي التنزيل أو نقرأ كما نقدر ندخل للرسالة نقرأها كاملة والملف اللي يجابوه ليدك نعمل له تنزيل منا تلي شارجي ونقدر ريبوندي تاني أو نزيد نبعث نفس الرسالة لإنسان وحده أخر أو شركة وحده أخر أو أي شيء نتمنى أنكم استوعبتم هذا الدرس نغلق نايا الإيميل التاعي الأول ونروح الياهو نغلق الإيميل التاعي الثاني ونلتقي في درس قادم بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله تعالى وخف المصرع ورحمة الله عمي part